ترجمة نانسي قنقر ولي العهد رئيسي مجلس الوزارة حفظه الله جاء ذلك لدى رعاية سعادة وزير النفط والبيئة حفلة تتشين مشروع حق لوقود الطائرات بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين لوقود الطائرات السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لشركة بابكو انرجيز والسيد محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين وعدد من كبار المسؤولين والمتخصصين من مختلف الشركات ذات العلاقة مع الطلب المتزايد على وقود الطائرات وفقا لانتعاش النقل الجوي بين دول العالم بعد التعافي من جائحة كورونا العالمية جاء تدشين مشروع حقل وقود الطائرات ليكون على امتداد تبلغ مساحته 77 ألف متر مربع ويجتمل على خزانات وقود الطائرات بسعة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مكعب ومن المؤمن أن يحقق هذا المشروع زيادة في القيمة المضافة من خلال تبسيط عمليات تزويد الطائرات بالوقود وعمليات الصيانة في المطار الدولي المشروع سمم ونفذ مع أحدث التقنيات العالمية التي ترتبط في الـ Aviation Sector وتم استعمال أحدث أنظمة التحكم والإنذار التي تحافظ على سلامة وأمن استعمال هذا المشروع والمحافظة على جودة وطولة أداء هذا المشروع مشروع حقل وقود الطائرات يضع على رأس أولوياته أسساً مستدامة لمستقبل الطاقة لسيما الدور الذي تقوم به شركة مطار البحرين لوقود الطائرات في عمليات تزويد الوقود بشكل آمن وفعال وعلى مستوى عالمي مع المساهمة في خفض الإنبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية الحق الجديد لخزانات الوقود في مطار البحرين يعزز مكانة مطار البحرين كمركز لخدمات تزويد الوقود في المنطقة المرافق الجديدة مجهزة بأحدث التقنيات وأحدث الأجهزة التي تساعد على زيادة الكفاءة والحد من الانبعاثات الكربونية تدشين حقل وقود الطائرات ونظام أنابيب إمداد وقود الطائرات يجسد الشراكة الاستراتيجية بين بابكو إنرجيز وشركة مطار البحرين وانعكاساتها الإيجابية على مواصلة تطوير البنى التحتية في مطار البحرين الدولي كما أن تدشين هذا المشروع سيعزز من التعاون مع كبار موردي النفط مثل بابكو لتزويد وقود الطائرات وشيفرون الذين كان لهما دور كبير في دعم جهود المطار لتلبية احتياجات خطوط الطيران واستقطاب مشغلين جدد مما يرفض مساعي تعزيز الربط الجوي لمملكة البحرين مشروع حقل وقود الطائرات جاء ليعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز رئيسي لخدمات وقود الطائرات بين دول العالم لدوره في تعزيز الكفاءة التشغيلية والحد من الأثر البيئي وتقديم خدمات ذات مستوى عالمي بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لمملكة البحرين 2030 ايمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين